سبعة محمد حبوس طابي مع محمد بمرر لأحمد زين الدين أحمد زين الدين مرر لقعفراني قعفراني بيوقف عند الكرة و بمرر الكرة حلو كتير تمريرة عرضية الهدف الأول لمصلحة فري الأنصار سيزار أبو شأرة عم يفتتح التسجيل بداية السيدسة من عمر المباراة أيضا حسن قعفراني حسن قعفراني عم ينطلق بها الكرة قعفراني بيمرر الكرة عرضية يا سلام يا سلام سيناريو الهدف الأول عم يتكرر مرة تانية الكرة معه لا محمد حبوس 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 عم بيمر حبوس عن الأول عن تاني عن تالت يا سلام محمد حبوس رد على جاد المليح سريعا وسجل هدف بطريقة أيضا فين قول عنا طريقة مرادونية شوفه محمد حبوس كرة والهدف الرابع لمصلحة الأنصار ومتل ما قلنا في زار أبي شأرة عم يدور على هاتريك كرة طويلة يا سلام على عمر بهلوين كيف أخذ الكرة يا سلام عمر بهلوين الله 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 عليك هدف رائع جدا من حسن كعفواني ولكن المجهود الأكبر من عمر بهلوين محمد حبوس عم بيسجل الهدف السادس هدف حبوس حبوس الكرة معه الحبوس تمريره عرضية والهدف السابع لمصلحة فري الأنصار سيزار أبي شأرة عم بيسجل الهدف الرابع الشخصي لقله سبعة صفر أصبحت نتيجة اللقاء موجود أيضا لتغطية اللقاء وصوره الحلوة كرة ركلة جزاء على تنفيذ اللاعب أليكساندر أليكساندر بسدد والهدف الأول لمصلحة أتلاتيكو النتيجة أصبحت سبعة واحد